خلينا ننتقل للجزئية الهامة المخابرات النمساوية يقال أنها اقتحمت منزلك وحضرت منزلك أنا هذا الشيء بدي إياه بالتفصيل هل طرقوا الباب أم كسروا الباب هل كنت لوحدك هل كانت عائلتك في المنزل هذا التفصيل بهمني أسمعه جدا منه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بعد ما حدث هذا الأمر بتقريبا شهر ونصف كل الناس قالوا أن هذا الأمر خلاص هو دفن ولم يكون لأنه عد شهر ونصف حتى رئيس الجال اليهودية أوسكار دوتشي طالب بأنه هذا الشيء أنك أنت تحاكم تعرف الشيء نعم فرق ما بين رئيس الهيئة اليهودية ورئيس الهيئة الإسلامية لو حدث هذا مع فرض من الحاقمات اليهود هل سيتجرأ رئيس الهيئة الإسلامية وقول أنه حاكم هي قوة وضعف حسب شو صار يجوا لعندك بعد شهر ونصف كنا في شهر رمضان تقريبا يوم سبعة ثلاثة في أول رمضان وكنا حوالي الساعة السابعة وطبعا حضرتك عارف أن بعد صلاة الفجر والإنساء الواحد بيريح بعض الشيء نعم تقريبا الساعة السابعة يعني أنا نام في الغرفة الداخلية فلقيت زوجتي بيقول لي ده تقريبا فيه خط على الباب دائما أنا حتى نومي خفيف لكن في هذا الوقت أنت ساكن قريب من المسجد بينه وبينه ما فيش يعني حواري خمسين متر طمام هو في الاشتجاه ستة وأنا اشتجاه تنين نعم فقمت شوف الخبط فلاقيت ابني أنا معايا اتنين أولادي ساكن معي قديش عمارو واحد خمسة وعشرين سنة في ذلك الوقت والتاني عشرون نعم البوريس مسبيته بره قدام الأسنصير مسبيته يعني مقافه وبفتشه وبقول لي رفع عديك ومش رفع عديك الشرطة كانت باللباس الرسمي ولا باللباس المدني لا الباس الميري نعم هل قوات الفيجا ولا الشرطة العادية لا لا قوات الفيجا الفيجا نعم دخلوا لعنده كانوا حوالي ستة دول اللي دخلوا عندي اللي كانوا موجودين لكن طبعا بالتأكيد معهم أضعفهم ستة ستة اللي كانوا لقيتهم هم وقفين ابني أنا طلحت كانوا ابني التاني برضو مقافينه طلحت فلاول لي رفع عديك مش رفع عديك الكلام من ده احنا جايين على شر البوسط اللي مكتوب في اللي كان مكتوب على الصفحة بتاحت نعم فانت عليه هون كيف فهموك اعتبار أنت اللغتك الألمانية ضعيفة معي أولادي معه مترجم شاب يعني هو كان لبس ماسك بس اطلع في مرعبه أنه عراقي يعني شاب عراقي تقريبا عاجه خاجه عشرين سنة أو ثلاثين سنة نعم هو كان عم يحكي معك باللغة العربية الواضحة هو عم معي أولادي جميل جدا كان في عنف لا لا هو بصراحة ما كسروش الباب لا بس يعني وقف ارفع ايديك ننفتش نفتش تعرضوا لزوجتك شي لا ما أحد اتعرض لزوجتك يعني هما دخلوا البيت الستة فقالوا للي احنا جايين نفتش ونأخذ التليفون بتاعك نعم دخلوا الغرفة أنا عدت مكاني نفتشوا زي ما نفتشوا نعم جلس أنا وزوجتي عمكاني وأولادي وقفهم فكان التليفون كان في الشاحن هو التليفون زوجتي مه فأخروا التليفون قالوا له أنا تليفون واحد فيكم يعني بتاعك أنا هو في الاتنين فقالت له ده تليفوني لاب لو سمحت افتحوا فابني قال لي لما تفتحوا فقال لي خلاص حناخد الاتنين أخذوا شي هذا كل هاتف ما قالوا في الاول حناخد بتاعك وبتاع الزوجة لان مرضتش افتح رقم فطالبوا انه يبدن ياخدوه اه فالمهم تصل ابن على المحامي لان الاخوة كانوا مولم حامي يعني من البداية نعم فالمحامي قال لهم لا اديهم التليفون عادي وديهم الرقم السر بتاع التليفون فبصراحة أعطتهم التليفون قلت له هو الهاتف بتاعي ورقم السر كذا أخذوه فتحوه رجعوا التليفون الاخر اللي بتاع الزوجة تبا زوجتك نعم وأخذوا التليفون وحرزوه وعملوا صادروا صادر طبعا حتى يومنا هذا اه حتى اليوم السمو صادر هاتفك حتى يومنا هذا نعم وفتشوا بقي الشقة حكيلي كيف فتشوا بقي الشقة لو سمعت مالش بهمني هالجزئية هاي هل كان فيه عنف هل كان فيه فاولة لا انا جلست مكاني هل كان فيه تخريب لا انا جلست مكاني في الانتري نعم هما فتشوا الدواليب رموا الملابس في الخارج طلعوا الأشياء اللي هي تحت السرة وجدوا بعض الحاجات أطعمها شربها وكلام من ده وذهبوا لغرف الأطفال وفتدع خلوا المطبخ طب انت عندك عندي بلوكون دخل البلوكون فتشوا في البلوكون مفيش انت عندك كيلر خصي بالشقة قلتهم نعم اللي عطونا المفتاح الخصي به قلتهم هو مفتوح أصلا فنازلوا نازل الابن معهم وفتشوا تقريبا تحت أخذوا شيء حرزوا ما أخذوا شيء غير التليفون غير الهاتف ما أخذوا أي شيء غير التليفون أوراق أمور كمبيوتر لابتوب أجهز الأبناء مثلا أبناء أو شيء ما اختربوا هم أخذوا فقط التليفون قالوا احنا قلتهم فقط علشان حاجة معينة علشان البوست اللي هو فيه التليفون طيب ليش فتشوا الشقة يعني لا أدري نعم بتعرف ممكن ربما يكون لأن هم تقريبا يعني هم تبع القسم الإرهاب أو حاجة زي كده نعم نعم ربما ظنوا أن فيهم بعض طيب فأخذوا الهاتف هم مش يوم فقط قديش مدة الاقتحام كانت عفوا حوالي نصف ساعة نصف ساعة ساعة هم ومزنعك ضلوا مسبتينهم حتى نهاية لا 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 بس في البداية هم في البداية بعد اكتركوهم هم أشهروا الأسلحة عليكم بالتأكيد طبعا أشهروا الأسلحة عليكم طبعا في البداية بس نايت تفتيش طبعا بيش في الأسلحة بالبداية هم بس ما فيش يعني نم على الأرض نم مش عارفين الكلام ده فقط وحنا على وكفين على على الجدار ارفع عديك توسع القدمين مش عارفين فت وقال لغاية الكنال دقل عمي غرفة النوم حيب اللبسي أصلا نعم نعم وكان يعني ما فيش غرس يسطروا غير بتاع الدجداشة زي دية نعم فت شوها ومش عارفوا كلام من ده وخلاص احنا جايين علشان كذا كذا فت شو خلاص فت شو واحدكم مش حتى هما كتبوا هذا في التقرير لما استرعيد بعد ذلك في تحقيقات بعد ذلك كم مرة استدعيت للتحقيق أنا استدعي مرة واحدة مرة واحدة بعد هذه بالشوترينج أو بالإرهاب نعم اه